عاماني دراسيان في اليمن حيث توجه الطلاب إلى المدارس في مناطق الشرعية في السابع عشر من سبتمبر الماضي بينما ما زالت مقاعد الدراسة شاغرة في مناطق الانقلاب الاختلاف في زمن بدء الدراسة إحدى مظاهر الانقسام في العملية التعليمية كنتيجة لانقلاب سبتمبر 2014 وظل التعليم منذ ذلك الحين يعيش حالة غير منتظمة بسبب المواجهات وعدم جاهزية بعض المدارس إضافة إلى أزمة الرواتب وباستثناء مدينة تعز نجحت الشرعية في بدي عام دراسي جديد رغم دعوات الإضراب التي دعت إليها نقابة معلمي المحافظات الجنوبية وأكدت مصادر تعليمية توجه آلاف الطلاب للمدارس ويعيد البعض فشل الإضراب إلى انتظام صرف رواتب المعلمين في المحافظات الجنوبية لكن ميليشيا الحوثي وصالح أخفقت في تدشين الدراسة في المناطق المسيطرة عليها رغم محاولتها استخدام القوة لفرض عملية التعليم حيث دعت المعلمين ومدراء المدارس لبدء الدراسة السبت الماضي ياتي إخفاق الميليشيا الإنقلابية بعد دعوات الإضراب التي دعت إليه نقابة المعلمين الأسبوع الماضي معلنة استمراره حتى حل أزمة الرواتب أسوة بمعلمي المناطق المحررة وتشكل أزمة الرواتب إحدى العوامل الرئيسية لتدهور التعليم في اليمن حيث تمتنع الحكومة الشرعية عن إرسال رواتب الموظفين لصنعاء بينما ترفض ميليشيا الحوثي الكشف عن مصير إيرادات مؤسسات الدولة ويرى مراقبون أن تلك الإيرادات تذهب لجبهات القتال بدل صرفها على التعليم رغم الحرب والوضع الاقتصادي المتدهور انتظمت الدراسة في أغلب مناطق الشرعية لكن الطلاب في مناطق الإنقلاب وبعض مناطق الشرعية لا يزالون في انتظار أمل مجهول ترجمة نانسي قنقر